أبرى سبعة مراحل يتم إنتاج السمد العضوي بسوق الجملة للخضر والفواكه بوهران بالوحدة المتخصصة في الإنتاج والتي قدرت سئة إنتاجها بحوالي ثمانية أطنان يوميا وحوالي مائتين طن شهريا يسهر على إنتاجها فريق تقنيد كفاءة عالية تمت إنشاء هذه الوحدة على أساس تتمين النفايات العضوية التي تستغل من طرف السوق الجملة للخضر والفواكه والتي تقدر بحوالي من ثمانية إلى عشر طن يوميا هذه الأسمدات تلقى إقبالا كبيرا لدى الفلاحين حيث ستسوق حوالي ثلاثمائة طن لفلاح من ولاية وادي سوف كمرحلة أولى حيث يقدر سعر القنطار بحوالي أربعة ألاف دينار جزائري وهو ما يدر مداخل للمؤسسة ويفتح مناصب شغل قارة هذه الوحدة الصغيرة لقد دعمت بعشرين عامل وإطار ما بين عشرين عامل فيهم ثلاثة إطارات وسبع عشر عامل عادي وكذلك أخر أول عملية تجارية سنقوم بها عملية بيع فعلية هي لدينا مستمر فلاحي جانا من ولاية الواد وراء طالب كمية تلتمية طن إن شاء الله ستوزع له وتكون أول عملية إن شاء الله من ولاية وراء إلى الواد من أجل الاستثمار الفلاحي ويقدر تمنى القنطار الواحد بربعة ألاف ومئتين دينار وحنا ملاحظة أن هذه المادة كانت تستورد من الخارج وحنا أول وحدة على مستوى الوطني تقوم بإنتاج السماد العزمي هكذا تحاول مؤسسة جزائرية في تجربة رائدة وفريدة من نوعها تحقيق موارد مالية واسترجاع النفايات العضوية لخلق مصادر جديدة للتمويل في إطار التسيير الذاتي ترجمة نانسي قنقر